للأسف خبر انفصال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن زوجته إيمان يغزو مواقع التواصل الاجتماعي والزوجة ديالو إيمان تؤكد الخبر بحدفها لجميع الصور المشتركة مع زوجها على حسابها بالإنستغرام كذلك أخوتي عدم توفيق اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش بالتعاقد مع فريق النصر السعودي بسبب عدم تجاوزه الفحص الطبي كذلك أخوتي سنشارك معكم البلاغ ديال الديوان الملكي اللي سيعجب بزاف ديال المعاديين للمغرب والمملكة المغربية والملك المغرب لهادوك اللي كي سننوا أي حدث أي حاجة بسيطة صغيرة لابد ما يركبوا عليها ذاك المدفوعين من الجهات المعادية للمغرب هادوك الذين يدعونا النضال يعني من أجل التغيير وهو ما عندهم واحد الحقد دافين كيخرجوه في أي حدث اللي كيقلبو غير على أي حاجة كما كانت يعني سيل بيخصوم يخرجوها ما كيش الإيجابية هادوك الذين يدعونا عندهم شيء حاجة إيجابية مع أن جهات خارجية تصفق للمغرب وهادوك الذين يبلون ذاك الشيء ديال المغرب أي حاجة كيتبلون وهادوك الذين يدعوهم مدلولين وهادوك الذين يدعوهم حتى هما يعني كيشوفوهم بأنهم مدلولين وإحنا كنشوفوهم بأنهم مدلولين هادوك الذين يخسروا أي شيء خسروا الوطن ديالهم خسروا العائلات ديالهم خسروا يعني أي حاجة جميلة خسروها باش يجيوا يتنمروا يعني بداعي النضال يجيوا يتنمروا يعني على أشخاص على المالك مثلا الصور ديالهم يعني بدك الطرق ديالهم قل لك شنو قل لك هذا هو النضال حنا كننضلوا من أجل إصلاح ولكن كل شيء عقبيهم بقوا معهم غير ذاك المجموعات ديالهم راكم عارفيني على من كان هذا راختي هذا الخبر هذا غادي يعجبهم بالي يعني إلغاء الخطاب ديال طروة المالك والشعب علموا الله شنو موجدين شنو غادي خرجوا هاد الناس هاد الناس اللي قلتكم هما مدفوعين من جهات يعني تعادي المغرب جهات معادية للمغرب وهما مع هاد الناس وذك الشي ولا مفروش قال لك أنا مناضل أنا مناضل أنا أتنمروا على الملك أنا أسخروا من الملك ومنه يعني الحكومة ومنه يعني كنسخر من أي واحد إذا أنا مناضل صفقوا لي أعطيوا لي اللايكات مهم أخوتي أعطيونا اللايكات ديالكم انتوما ونمشيوا بتفاصيل ديال هاد الخبر يعني المؤسف ديال الانفصال ديال اللاعب أو الحارس المغربية سينبونوا مع أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخبر للانفصال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو والزوجة ديله إيمان والذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي السبب هو حدف الزوجة ديله عن جميع الصور المشاركة القلل تجمع إيمان بالزوج ديلها ياسين بونو والسبب كيت قال أن بداية المشاكل ما بين ياسين بونو والزوجة ديله هو هات الصورة هاد بعد الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي أوروبا لي سابقا هذه الصورة هذه المجموعة للنساء التي تصور معهم بهذه الطريقة يقولوا يتقال على أن هذه الصورة هي السبب الرئيسي في البداية الخلاف ياسين بونو والزوجة كما ترى معي هنا في الصورة وفعلا كما سترى معي الحساب إيمان زوجة بونو يعني حتفات جميع الصور المشاركة اللي كانت تجمع إيمان بالزوج ديالها ياسين بونو يعني خبر مؤسف الصراحة خاصة أنهم عندهم وليذ كما سترى فقط كان صورة وحدة المعنى الصورة كانت ضمن مربما عليها بقى هذه الصورة يعني عطين بالظهار وشدين يعني الصورة وبالكولور يعني بلانكوينيرو الصورة الوحيدة اللي بقت وهذا يعني ما عنده المعنى ديال أنه تنوت الزوجة ولا الزوجو يحذف جميع الصور هذا فالمعنى ديالها أنه فعلا كين خلاف ونتمنوا ونتمنوا ونتمنهم الله أنهم يوصلوش يعني لحالة الطلاق ونتمنوا أنهم يحلوا الخلاف ديالهم بيناتهم وليذ والطلاق ما نبغي واحدة شي واحدة أخوتي هنا كين ما قال كيقول بالإنفصال ياسين بونو عن زوجته تغزو مواقع التواصل الاجتماعي هنا نعم بعدما ألغت له المتابعة وحدفت الصور التي تجمعهم بعدما ألغت إيمان زوجتي ياسين بونو المتابعة له وقامت بحذف الصور التي تجمعهم لم يمضي وقت طويل حتى انتشرت شكوك قوية حول انفصاله على مواقع التواصل الشماعي تلك الأخبار محيطة بحياتهم الشخصية أصبحت المعجبين مما أتار دجة كبيرة في الأوسط الاجتماعية على مدار السنوات الماضية كانت إيمان وياسيني يعتبران من أكثر الأزواج المحبوبين والمشهورين في عالم الشهراء والمواقع الاجتماعية كانت صورهما الرومانسية والملئة بالسعادة تلهم الكثيرين وكانت محطة إعجاب الجماهير التي اعتبرت هما قدوة للحب والعلاقة الزوجية المتالية يعني كذلك كيقول انفصال ياسين بونو وزوجته إيمان يعني تغزو مواقع التواصل الاجتماعي وهنا عجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال حارس المرمى المغربية ياسين بونو عن زوجته إيمان بعد علاقة حب دامت لفترة طويلة أو لسنوات طويلة وأتار الحديث فعل زوجة بونو التي ألغت متابعة الأخير يعني حسبات أرانو ميصالي يعني صحبات نعم أرانو ميصالي صحبات يعني الشراك من الحساب ديال ياسين بونو حدفات جميع الصور اللي كتجمعها ما بين الزوج ديالها تمنوا أنه يبقى الزوج ديالها ياسين بونو يعني هذا ينتلع على شيء فإنما يدلع على أنه فعلان كان خلاف وخلاف كبير يعني لأن الزوجة عارفة للناس يتابعوا كل شيء غادي يشوف هاتشي غادي يشوف الناس غادي يخلق جدل وهكاك يعني وصحبات يعني الشراك ومحات جميع الصور اللي كتجمعهم والفيديوهات استغرام هو الأمر الذي أكد انفصله مع بعض ما البعض في هذه المدة وميجات أخرى لم يقدم حارس المرمى النادي الإسباني إشباليا لإيمان من على حساب مواقع التواصل الاجتماعي وتفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر في الصلطناء معبرين عن حجنهم الشديد وعن تمنيهم بأن ترجع الأمور إلى مجاريها بين ابوه وزوجته إيمان ونحن بدورنا نتمنى ذلك كذلك خطيكي الخبر ديال عدم توقيع زياس صراحة لما عندوش الظهر ونحن قولوا اللعنة تصيب اللعنة أو الحساد يصيبان نجوم المغاربة أو اللاعبين المغاربة يعني لم توفق لم تفوق لم توفق أرانه مثالي طمبيل مع الأندية دياله كان مزيان مع أجاكس ولكن من بعد التعاقد دياله مع تشيلسي يعني كانت عندو مشاكل كبيرة كبيرة بزاف مع المدربين اللي مروا على هذا النادي بينهم تخيل يعني المشاكل كبيرة كانت عندو مع تخيل مع الألماني التخيل اللي حاليا وفي باير ميونيخ ودبا يعني مع لامبارد كذلك ما كيلعبوش قرر أنه ينتقل الدوري السعودي كانت يعني كان اهتمام باريس انجرمان الفرنسي لكن في الأخير قرر يعني الانضمام مع واللعب مع كريستيان رونالدو بالنصر السعودي لكن لم يجتاز الفحوصات الطبية لأنه عندو مشاكل صحية باقي ما تمش يعني الإعلان عنها نتمنى التوفيق كذلك الحكيم زياش ونمشي يعني للخبر ديال ناطق البلاغ ديال ديوان الملكي حيث أعلن ديوان الملكي عن إلغاء الخطاب الملكي مناسبة تورة الملك والشعب يعني هنا تفاصيل يعلن استمرار هنا ناطق الرسمي باسم القصر الملكي يعلن استمرار احتفال بذكرى عشرين غش دون توجيه خطاب ملكي فقط يعني بحكم القرب ديال عيد العرش وتورة الملك والشعب فالفرق بينتهم وقيلة عشرين يوم ياك نعم عشرين يوم وقيلة عشرين غش وواحد وثلاثين يوليوز اذا عشرين يوم ديال الفرق لا داعية انه يعني يكون جوج ديال الخطابات في شهر واحد فتم الغاء ديال هاد الخطاب وكما قلتكم هاد شي غادي يركبوا عليه داك الناس اللي ما عندهم مع المغرب الا انتوما عارفين الا بما كانت شي حاجة خصو يضربو في المغرب وهاد الخبر غادي ينزل عليهم بحل شي راكم عارفين بحل شي كنز باش يخرجوا يبقوا اه ما باقي اللي حد الان كيقول المالك ما كيش هذا ولكن هما دائما عندهم مبررات دائما كيخرجوا بشي حاجة جديدة راكم عارفين وهذا الناس بحال هم بحال ذاك العراقي ذاك الملحد العراقي مدلول يعني اللي كيقول بالليز عمار را هو من دامج في المجتمع الأوروبي را غادي يحرق القرآن را هو ضد المسلمين را غادي بالعكس لانت ايها المدلول الانفصالي حتى انت كيشوفوك وخايكونوك يخلصوك وخاذا تكتبالون بالليت انت مدلول لأنك بيعتي بلادك كان هضر على ذاك مفصالي بيعتي بلادك بيعتي كل شي كيشوفوك مدلول يعني تخرج بداعي نضار وانتقاد احنا كنا كنا نتاقضوا كنا يعني الحاجة اللي ما كانت عجبناش كنا نهضروا عليها ولكن راه باين الخبض راه باين لبش تجيب صور ديال الملك او لديال شخص كما بغى يكون وتشفى في المرض دياله وتسخر منه وتخرج عليه واحد بالعاد يا الأكاديم واشا هذا هو نضار هذا هو نضار يعني علاش انتقاد بشي تمسسو في الشخصية دياله أفعال دياله ماشي هو عامل هكا هو عامل هكا وتضحك عليه وتنمر عليه مع العلم أن ربي سبحانه وتعالى كيقول وتلك تدعي يعني أنك متدين وهذا وجيتها ضرب الدين دابه وسعى وهذا وقال الله وقال الرسول واربي ما كيبغيش هذا الشي بالي جميع هاد المعادية المغرب يعني تجيو تقدحك على المالك ولا أي شخص الإصلاح وبغيين تتغير وهذا ولكنه هيات ثم هيات لما غادي تضحكوا كل شي عاق بكم كل شي كي يهضر بكم كل شي بقيتم تمنى ذاك المجموعات ديالكم فقط يعني سوحت الناس كي الناس كي المناضلين اللي فعلا كي المناضلين داخل المغرب بالي وإحنا معاهم بالي اللي كي فعلا كي قلبه المغرب الحمد لله مش بعيد وباقي غادي يمشي بعيد وهذا بشهادات يعني دول خارجية طالي محللين يعني سياسيين من خارج المغرب يشهدون بهذا الشي لكن انتم راه باينين باللي يعني مدفوعين من جهات معادية للمغرب بيكم أنكم ضربوا في المغرب والمغرب الحمد لله ماشي واش تفهمنا وإما أخوتي كانت المنطور شعليكم الزهل مويم هاد الناس هادو حتى هما كي ينطبق كي تنطبق اليوم الآيات ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم يعني ماشي هاد الأوروبيين را يشوفوك بلي انت باطل راح نكون خدامين مع الإسبان وإذا شافوا شي واحد مسلم فطر راح ما كي يبغيوش فيقولوا هادو كما خان الدين ديالو راي يقدر يخن احتحنا كذلك هادو كي يشوفو فيك انك خائن خن تحت عائلتك والدولة ديالك وخن تكل ما هو يعني أقرب إلي عاد ما تخنهم شوما ولي هادو كيشو دائما عاملين منك الحضار دائما كيشوفوك مدلول خانز خبيط ما لي يعني انت اخترتي الدل نحنا يعني النضال نتكذبش عن الناس قول انت كتناضل وهذا من أجل إصلاح نو مخلص او لا باطل او لا خدم ما نعرف كينا اللي كيعجبو يخدم باش باش يقولوا براغ وباش يصف كينا هاد النوع اللي كيكون اكتر يعني مدلة وانا اخوتي انا ما نطوش عليكم مزاف مربما راكم عارفين كتضرورة كينا واحد المجموعة يدعو النضال وهذا وكي قيل ونعار لك شي كي قي كي يجيب القي كي غيلف كي عياش نهار على نهار نهار على نهار مهم تلوي في راسكم نهار كومبروك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعي او لا هذي الصورة دي المينياتورة